فيه نقطة في منتلق بيها ده بحراج فتحت السكة دي ودي عصب فتحت كزا سكة لا دي سكة عظيمة عوز حسن من كام يوم كده كنت بتفرج على عارف ما سبيره زمان كانها عظيمة جدا بتشوف فيها حاجات قديمة عظيمة بتفرج على البرامج الرياضية الناس في البرامج الرياضية بتحذر مع بعض انت هلا يا عوز حسن وانا زملكة وطب يا رب الزملكة طب يا رب الاهلي يكسب والناس قادة في الاستوديو بتتحك والمشاهدين وقتها كانوا بيتحكوا احنا هنا بقى وصلنا المرحلة انه لو حراج قلت اي كلمة اي جملة ايه الحق ده قصد يوقع ايه الحق ده قصد يعمل انت ازاي بتقول انك اهلي انت ازاي تقول انك زملكة وانت ازاي تعمل ويبقى لعيب طالع اهلي يعني لعيب سابق في الاهلي طالع في التلفزيون يقول له طالع متعصب اول الاهلي يعني هو طبيعي لعيب الاهلي يقول له اهلي لعيب الزملك و الزملي موجودة برضو من التليفزيون المصري في لعبة كتير قوي أصدقائي أصدقائي من زمان حتى قبل ما اشتغل بحكم أن والدي كان بيشتغل في المهنة وكانوا بيبقوا في بيتنا كباتن حسن شحاتة فاروق جعفر محمود الخطيب محمود الخطيب عشرة عمر من هو لعيب إلى هذا اليوم ويعني مش حزايد يعني محمود عارف كبتن محمود الخطيب عارف إحنا أصدقاء وأصحاب إزاي بس مش معنى أن إحنا أصحاب أنا بسبب هذه الصحوبية مش أمين حتى مع الناس أنا أتكلم عليها يعني اليوم ما اعتزل أنا أتأثرت جدا طبعا واتضيقت بس في برنامج حق الجماهير وهو موجود على صفحتي وموجود على اليوتيوب على اليوتيوب موجود يعني اللي عايز يشوفه يعني اللي هو يعني عز لعيب كورة عندي محمود الخطيب وإحنا عاديين كلنا أنا الوحيد اللي يقوله أنت قررك بالاعتزال صح لازم تعتزل لهو زعل ولا حد من جمهور الأهل يقول لي أنت زي تقول لي محمود الخطيب مع أني في ناس جنبي قالوا لا تلسه تقعد تلعب يعني سنين يعني 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 زمن مختلف تماما صح دلوقتي لو انتقدت حاجة عند محمود الخطيب مثلا يعني أبانا ضد محمود الخطيب مين قال كده بقول لهو يا خمانة ده ده عيش وملح إحنا عشرة عمر يعني 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 صديق مش مش مجرد علاقة صحفي برئيس نادي أو بلاعب كورة كمان وحتى لو كده وحتى لو كده آه يعني المسألة دي يعني معادية يعني صح عارف لحرق الحرقلاتي قلت مثلا زيزو أفضل لاعب في مصر تلاقينا حالت تانية أنا آه ما قلت أنه زيزو ما قلت أنه زيزو أفضل لاعب في مصر قال لك ده زمالكاوي يا عمي هو إيه هو أنا لما قولي الحقيقة لازم أتصنف بالظبط كده طبعا أنا قلت أن الأهل نادي عظيم ونادي كذا وعمل كذا ليه حارك قلت أنه الزمالك السنادي مكسبش الدوري بمساعدة التحكيم وقلت قبل كده أنه الأهل لم يفز بالدوري بمساعدة التحكيم طبعا لا الزمالك أحسن فرق السنادي صح يعني الزمالكي بيبالعب ده الزمالك عمل مطش مع بيريمتز وعمل مطش مع الأهلي يعني تاكتيكيا مطشط كبيرة جدا صحيح ليه أفطس الزمالك عشان أرضي جمهور الأهلي طب وليه أفطس الأهلي عشان أرضي جمهور الزمالك صحيح أنا شغلتي إن أنا أقول للناس إن أنا شايفهم وعليك شوف اللي أنت عايزه يعني أنت كمشجع أنت ما تحبش غير فريقك ولعبة فريقك ده طبيعي ده طبيعي ده طبيعي لكن ما تصنفنيش أنا معك ولا ضدك لمجرد رأي أنا قلته وقد يكون أنا على خطأ